أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني عشر لمادة القغرافيا والتقنيات الحديثة نرحب بكم مقددا في سلسلة الدروس في هذه المادة الشيقة ونسأل الله تعالى التوفيق اليوم بإذن الله عز وقل نواصل درسنا حول المسح القوي التصويري فكونوا آذانا صاغية وإن شاء الله تعالى نستفيد من هذه الساعة في تحصيل العلم النافع في هذه المادة إن شاء الله تعالى المسح القوي التصويري درسنا اليوم إن شاء الله تعالى المسح القوي التصويري في هذا الدرس سوف نتناول المراحل المسح القوي التصويري وبالتحديد مرحلة تحليل الصور القوية لأن المراحل السابقة تم دراستها خلال الساعات الماضية أو الساعات في الأيام الماضية وإن شاء الله تعالى نصل إلى هذه المرحلة ومن ثم نبدأ ونأخذ الأجهزة المستخدمة في تحليل الصور القوية قبل البدء في مرحلة تحليل الصور القوية خلونا نعمل مراقعة لما تم أخذه في الحصص والساعات الماضية لكي نصل إلى الهدف المراد وهو فهم المرحلة الخامسة وهي مرحلة تحليل الصور القوية في البداية نستعرض بعض المعلومات العامة حول تاريخ المسح القوي التصويري يعتبر أحد أنواع المسح المستخدم في رصد الظواهر القغرافية وقلنا أن المسح القوي التصويري هو أحد أنواع المسح في علم المساحة وقلنا أن المسح ينقسم إلى قسمين المسح الأرضي والمسح القوي المسح الأرضي والمسح القوي بدأ استخدام المسح الأرضي منذ قديم الزمان عن طريق الحضارات القديمة ولكن بداية المسح القوي التصويري كانت في عام 1909 بدأت عمليات المسح باستخدام المناطيد من ثم قاء التطور الكبير جدا في هذا القانب عندما نشبت الحرب العالمية الأولى من ثم تبعتها الحرب العالمية الثانية فكان هذا سبب طفرة في استخدام المسح القوي التصويري وكان مخصصا ومكرسا للعمليات العسكرية من ثم بدأ الاستفادة من هذا العلم وهو المسح القوي التصويري في إنتاج الخرايط والمشاريع الهندسية وبدأ بالتدريق يدخل في الاستخدامات المدنية مفهوم المسح القوي التصويري المسح القوي التصويري بالإنجليزي هو الفوتو جراماتري وينقسم هذا المقطع من قسمين فوتو وتعني صورة و جراماتري وتعني قياس أي العلم الذي يعنى بقياس من الصورة ويعرف بأنه العلم الذي يستخدم فيه تقنيات مختلفة للحصول على بيانات عن الظواهر القغرافية سواء كانت الطبيعية أو البشرية الموجودة على سطح الأرض من خلال الصور القوية الملتقطة عن طريق المناطيد أو عن طريق الطائرات إذن هذا هو مفهوم المسح القوي التصويري أخذنا في الحصص الماضية مميزات المسح القوي التصويري أولى هذه المميزات أنه أقل تكلفه من المسح الأرضي يعتبر المسح القوي التصويري أقل تكلفه والسبب في ذلك أنه يغطي مساحة شاسعة عند عملية التقاط سطح الأرض فيوفر القهد والوقت والمال في عملية مسح الظواهر القغرافية لأنه يغطي مساحة شاسعة فإذن مسح مساحات شاسعة لسطح الأرض بالمسح القوي التصويري هي أحدى المميزات المهمة لهذا النوع من المسح أيضا التغلب على بعض العقبات في المسح الأرضي بعض الظواهر الطبيعية لا يمكن الوصول إليها عن طريق المسح الأرضي مثل السلاسل القبلية الغابات الكثيفة المناطق التي بها وعورة أو تضاريس يصعب الوصول إليها فعملية تغطية هذه الظواهر الطبيعية أو البشرية باستخدام المسح القوي أصبح ضرورة ويوفر على المساح الوصول إلى هذه الظواهر وبالتالي نستطيع أن نرسم خرائط ذات دقة كبيرة بفعل المميزات للمسح القوي التصويري أيضا من تطبيقات المسح القوي التصويري يستخدم في التخطيط العمراني وخاصة إذا كانت المنطقة المراد تخطيطها منطقة شاسعة وذات مثلا نطاق واسع كالمدن الكبرى أو مناطق صحراوية أو ما إلى ذلك من هذه المناطق أو نريد أن ننشي منطقة صناعية في رقعة غرافية واسعة فبالتالي يتطلب علينا التخطيط العمراني سواء كان للتخطيط السكني أو التقاري أو الصناعي أو الحكومي أو أي أنواع من أنواع التخطيط فهو يوفر علينا الوقت والقهد والتكلفة بالإضافة يعطينا نظرة شاملة عن المنطقة الممسوحة أيضا من تطبيقات المسح القوي التصويري تتبع الظواهر الموجودة على سطح الأرض نستطيع أن نتتبع هذه الظواهر خاصة إذا كانت هذه الظواهر تحتل رقعة غرافية واسعة أو موقعها مثلا على سبيل المثال في المسطحات المائية فيصعب عملية مراقبتها عن طريق المسح الأرضي مثل ظاهرة المد الأحمر أو مثلا ظاهرة التصحر أو مثلا نشوب الحرائق في الغابات وانتشارها فمن الصعب في وقود مثل هذه الكوارث الطبيعية أن نقوم بعملية مسح هذه الظواهر باستخدام المسح الأرضي فيتطلب علينا استخدام المسح القوي التصويري فهو ذو شمولية وأكثر أمنا في حالة بعض الظواهر الطبيعية أيضا من خلال المسح القوي التصويري نقوم بإنتاج الخرائط وتحديثه إنتاج خرائط قديدة أيضا يساعدنا في تحديث الخرائط القديمة وعقد مقارنة بين الخرائط القديمة والخرائط القديدة والتطورات الحاصلة في الظواهر سواء كان ظاهرة طبيعية أو ظاهرة بشرية فعلى سبيل المثال لو أتينا بصور قوية لمحافظة مسقط قبل عشر سنوات أو قبل عشرين سنة ونأتي لمقارنتها بصور الملتقطة حديثا خلال هذه السنة على سبيل المثال يظهر لنا الفارق في التطور العمراني في التطور السكني في شبكة الطرق وما إلى ذلك فمن خلال هذه الخرائط ومن خلال هذه المقارنات نستطيع أن نحدث الخرائط القديمة وأيضا ننتج خرائط قديدة أيضا الاستخدام الأمني والاستخدام العسكري له فائدة كبيرة جدا المسح القوي معرفة الحدود السياسية قبهات العسكرية المناطق الحساسة والاستراتيجية في الدولة ولا ننسى أن النشأة الأولى والتطور الأول للمسح القوي التصويري نأتي إلى مراحل التصوير القوي أبنائي وبنات الطلاب يجب علينا التركيز في هذه المراحل النقطة الأولى أن نراعي الترتيب أن نراعي الترتيب في هذه المراحل لأن هذه المراحل رتبت ترتيبا منطقيا وعلميا وبناء على خطة مدروسة فلا يمكن أن نسرد هذه المراحل بطريقة عشوائية لا يمكن على المساح أو الذين يعملون في عملية المسح القوي التصويري أن يقدموا خطوة أو مرحلة على مرحلة أخرى فهذا التسلسل تسلسل منطقي فلذلك على أبناء الطلاب أن يستذكروا هذه المراحل بالتسلسل وأن يفهموا كل مرحلة فهما دقيقا لأن كل مرحلة من هذه المراحل يترتب عليها المرحلة التي بعدها وفي هذا الساعة إن شاء الله تعالى أنا أرمي إلى الوصول إلى مرحلة تحليل الصور القوية ولكن سوف أستعرض جميع المراحل وصولا إلى مرحلة تحليل الصور القوية لكي نفهم خلاصة هذا العمل وهو المسح القوي التصويري فهيا بنا باستعراض مراحل التصوير القوي على السريع وإن شاء الله تعالى سوف نركز في شرحنا على المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تحليل الصور القوية أول شيء وضع خط الطيران العمل المنظم دائما يؤتي بثمار وإبداع في العمل فأي عمل منظم تكون له فوائد وتكون له ثمارات أي صور القوية يجب أن يكون العمل منظم أول هذه المرحلة وضع خطة للطيران وهذه الخطة مهمة جدا لأن العمل سوف يكون منظم والعامل والمساح والذين يقومون بعمليات المسح التصويري تكون عندهم خطة واضحة من العمل أول شيء الهدف من وضع خطة طيران دراسة المنطقة المراد تصويرها لا يمكن القيام بطلعة قوية لعملية المسح القوي دون أن نحدد مجموعة من العوامل أولها اختيار الوقت المناسب أن يكون مثلا القو صحوا خالي من الغبار خالي من السحب لا توجد به مثلا أمطار أو مثلا مطبات هوائية كثيرة تؤثر على سير الطائرة واهتزازها كل هذه الأمور يجب أنا أن أراعيها وأخذها في عين الاعتبار أيضا المساحة المراد تصويرها الارتفاع طبيعة تلك المنطقة هل هي منطقة سهلية منطقة جبلية الارتفاع الذي سوف يتم التصوير من خلاله فكل هذه المراحل يجب مراعاتها أيضا تحديد نقاط التحكم الأرضي وهي مهمة جدا لأنها سوف تفيدنا في مرحلة الربط بين الصور ومصطلح نقاط التحكم الأرضي هي موجودة في الدرس الثاني من هذه الوحدة في درس المسح الأرضي وهو محذوف من الدروس المحذوفة ولكن جميل يا أبناء الطلاب أن تعودوا إلى هذا المصطلح وأن تقرأوه وتفهمه عموما نقاط التحكم الأرضي هي عبارة عن نقاط معلومة الإحداثيات يتم تحديثها مستبقا لكي يتم عملية ربط الصور القوية بها فارقعوا إلى هذا الدرس لتقرأوا بالتحديد عن نقاط التحكم الأرضي أيضا تحديد خط الطيران يتناسب مع طبيعة المنطقة والحدود السياسية وغيرها بعض الأحيان عملية التصوير القوي تكون متاخمة أو بقنب دولة أخرى فيجب أن نأخذ تصاريح للقيام بعملية التصوير لأن عملية التصوير بعض الأحيان نحتاج إلى تداخل تداخل أمامي وتداخل قانبي فمعنى التداخل القانبي أي دخول التصوير في الأراضي للدولة الأخرى فيجب علينا أن نأخذ بعض التصاريح لكي لا توجد هناك إشكالات بين الدول المقاورة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية التصوير الفعلي في التصوير الفعلي نركز أبناء الطلاب لأن من واقع التصوير الفعلي نحن سوف نحتاج لبعض المعلومات في المرحلة الخامسة التي سوف نشرحها بالتفصيل أول شيء في مرحلة التصوير الفعلي الطائرة تسير في خطوط مستقيمة هذه النقطة الأولى بين الصورة الأولى والصورة الثانية فاصل زمني محدد هذه النقطة الثانية الثالثة يوجد تداخل رأسي بنسبة 60% بين الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة وهكذا لكي تكون نقطة ارتقاز وضوح الصورة في المنتصف بعد الانتهاء من خط الأول تعود الطائرة إلى الخط الثاني في عودتها أثناء الخط الثاني يجب أن يحدث هناك تداخل جانبي تداخل جانبي فائدة أول شيء التداخل الرأسي من خلال التداخل الرأسي يفيدنا في تحليل الصور القوية لأننا من خلال هذا التداخل نستطيع أن نرى الصور ثلاثية الأبعاد عندما ندخلها في جهاز أجهزة تحليل الصور القوية فإذا هذه مرحلة مهمة تفيدنا في المرحلة الخامسة فلو أغفلنا هذه النقطة سوف تكون هناك إشكالية في المراحل القادمة أيضا كما ذكرنا نسبة التداخل بين سير الخط الأول وسير الخط الثاني فائدة هذا التداخل أننا نضمن تواصل واتصال التصوير مع بعضه البعض ولا يوجد فاصل في المناطق التي تم تصويرها لأن أيضا خلال مراحل التصوير القوي نحن نحتاج إلى خريطة متكاملة نقوم بترتيب هذه الصور مع بعضها البعض وبالتالي لكي نحصل على نموذج متكامل هذه الصور الثلاثين أو الأربعين أو الخمسين صورة التي تم التقاطها يتم تجميعها كنموذج واحد فإذا العملية هنا عملية متسلسلة مرتبة ينبغي يا أبناء الطلاب أن نتنبه لهذه المعلومات لأنكم في المستقبل بإذن الله عز وجل سوف تواصلون دراستكم وتستفيدوا من هذه المعلومات القيمة في حياتكم العملية مستقبل إن شاء الله المرحلة الثالثة ترتيب الصور وقمع البيانات في هذه المرحلة نقوم بقمع الصور الأساسية والمعلومات الأساسية مع التقدم الحاصل في الصور القوية والكاميرات والأجهزة المستخدمة في عملية التصوير توفر هذه الأجهزة معلومات كثيرة منها البعد البؤري للعدسة المسقط الخرائطي المستوى والارتفاع عن مستوى سطح البحر الإحداثيات لكل صورة الاهتزاز الطائرة أثناء الالتقاط كل هذه البيانات تكون موضحة في كل صورة فبالتالي حين نستخدم هذه البيانات في جمع الصور وترتيبها ترتيبا منطقيا مطابقا للظواهر الموجودة على سطح الأرض لكي نخرج بخريطة دقيقة تعبر عن الظواهر الممسوحة دوّا إذن هذه المرحلة الثالثة يا أبنائي الطلاب المرحلة الرابعة ربط الصور والتثليث القوي ننتبه لهذه المرحلة ونركز عليها كثيرا لأنها نقطة نقطة انطلاق للمرحلة الخامسة ذكرت لكم سابقا أننا نقوم بعملية ترتيب الصور ترتيب الصور قاء بناء على التصوير الفعلي الذي وفر لنا تداخل بنسبة 60% أيضا في الخط الثاني وفر لنا تداخل قانبي بنسبة من 20% إلى 30% هذا التداخل يوفر لنا عند عملية ترتيب الصور تشكيل نموذج موديلز لهذه المنطقة التي تم تصويرها وبالتالي يمكننا أن نكون خريطة متكاملة عن طريق ربط الصور القوية أيضا تفيدنا نقاط التحكم الأرضي في عملية ربط الصور وعملية التثليث بحيث تكون هذه الصور الملتقطة مطابقة تماما للظواهر على سطح الأرض لأننا نريد أن نحصل على خريطة تطابق ما هو موجود على سطح الأرض فهذا مهم جدا خاصة للمشاريع عند إقامة مصانع أو مشاريع ضخمة في بعضها تتطلب مبالغ كبيرة جدا لعملية إنشاءها مثال على ذلك الطريق القديد الذي سوف ينشأ للربط بين محافظة مسندم فهل هذا الطريق المعتزم إنشاؤه تم بطريقة عشوائية لا إنما تم بواسطة مسح أرضي ومسح قوي دقيق لكي يكون المشروع ماذا ينفذ على أرض الواقع بطريقة متميزة إذن مرحلة الرابعة مرحلة ربط الصور القوية والتثليث القوي هذه المرحلة تقودنا للمرحلة الخامسة للمرحلة الخامسة وهي مرحلة تحليل الصور القوية وهي صميم درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى أبناء الطلاب استعرضنا المراحل السابقة لكي نفهم هذه المرحلة التي هي خلاصة العمل في المسح القوي التصويري لأن في هذه المرحلة يتم استخلاص الظواهر الطبيعية أنا هدف الأساسي من خروق الطائرة ووضع خط الطيران ومرحلة التصوير الفعلي ومن ثم جمع الصور وعملية التثليث إنني أحصل على خريطة فإذا كانت هذه الخطوات السابقة تمت بطريقة متميزة ولكن هذه المرحلة وقد فيها أي إخفاق فأنها سوف تكون خريطة غير قيدة إذن يقب على المساح أن يراعي الدقة في جميع المراحل الموجودة وبالأخص في مرحلة تحليل الصور واستخلاص الظواهر الطبيعية والبشرية من هذه الصور الملتقطة أول شيء بعد التأكد من قودة التثليث القوي وعملية ربط الصور بعضها ببعض تأتي مرحلة تحليل الصور القوية ومرحلة تحليل الصور القوية تتم بثلاث مراحل ثلاث مراحل أول هذه المراحل استخلاص الظواهر القغرافية استخلاص الظواهر القغرافية سواء كانت الطبيعية والبشرية من هذه الصور تحديد طبيعة الظواهر أي تصنيف الظواهر أيهما طبيعية أيهما ظواهر بشرية طبعا عملية تحليل الصور القوية أيضا تحتاج إلى معايير في عملية التحليل إذن الخطوة الأولى استخلاص الظواهر القغرافية الطبيعية والبشرية وهذا إن شاء الله تعالى سوف تسدادون فيها في الدروس اللاحقة عند دراسة دروس الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات القغرافية المرحلة الثانية ترتيب هذه الصور على هيئة طبقات وشرائح ترتيب هذه الصور على هيئة طبقات وشرائح بحيث نقوم بتصنيف الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية والظواهر الطبيعية نقسمها حسب طبيعتها وأيضا الظواهر البشرية نقوم بتقسيمها حسب طبيعتها طبيعي مثال على ذلك مثلا الظواهر البشرية نقوم بإيقاد شريحة مثلا للطرق نقوم بإيقاد شريحة لاستعمالات الأراضي نقوم بإيقاد شريحة مثلا للأراضي ذات الاستخدام السكني ذات الاستخدام الحكومي ذات الاستخدام التقاري ذات الاستخدام الصناعي فإذا نستطيع أن نوقد لكل ظاهرة سواء كان ظاهرة رئيسية أو ظاهرة فرعية شريحة خاصة بها هذا يوفر على مستخدم الخريطة التعامل مع كل ظاهرة بأريحية أيضا برامج نظم المعلومات الجغرافية توفر عملي الدمج بين صورة أو صورتين أو ثلاث أي بين ظاهرة أو ظاهرتين أو ثلاث ظواهر حسب الاستخدام الذي يتم والهدف من إنشاء هذه الخريطة ثالثا استخدامها استخدام هذه الطبقات والشرائح في إنتاج خرائط بصورة نهائية أيضا توظيف هذه الصور المستخلصة وهذا التحليل في تطبيقات أخرى للجي آي أس جيغرافكال انفورميشن سيستيم الذي هو نظم المعلومات الجغرافية الذي يتيح لنا عملية إدارة وتخزين ومراقعة البيانات الجغرافية سواء كانت بيانات مكانية أو بيانات وصفية لهذه الظواهر المكانية وإنتاج بيانات أخرى سواء كان على هيئة تقارير أو على هيئة خرائط بمختلف الأنواع خلونا ناخذ مثال عملي على مرحلة تحليل الصور القوية أول شي نقوم بالتأكد من عملية التثليث نقوم بعملية ربط الصور بعضها ببعض بنقاط التحكم الأرضي بحيث نضمن أن هذه الصور مرتبة ترتيبا صحيحا أنها مطابقة للواقع على سطح الأرض أن كل نقطة تحكم أرضي مطابقة لمكانها الفعلي على سطح الأرض لأن أي خطأ في ترتيب هذه الصور سوف يؤدي خطأ في المراحل الأخرى فتخيل أبناء وبنات الطلاب أننا قمنا بوضع صورة في مكانها صورة مكان صورة أخرى فإذن سوف يكون هناك خلل في استخلاص فالخطوة الأولى التأكد من عملية التثليث الخطوة الثانية استخلاص الظواهر استخلاص الظواهر نقوم باستخلاص الظواهر عن طريق استخدام أجهزة تحليل الصور القوية وهناك عندنا مجموعة من الأجهزة إن شاء الله سوف نشرحها بعد هذه الشريحة ونقوم بالتعرف على أنواع الأجهزة المستخدمة في استخلاص الظواهر بحيث أننا نقوم بتحديد الظواهر الطبيعية نقوم بتحديد بتحديد الظواهر البشرية واستخلاص استخلاصها بحيث ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي ترتيبها على هيئة طبقات وشرائح ركزوا معي أبناء الطلاب هذه البيانات الموجودة في أعلى كل صورة هي بيانات يتم وضعها خلال مرحلة التصوير الفعلي وهي توضح مجموعة من التفاصيل حول المركز البؤري للعدسة الارتفاع الإحداثيات الارتفاع عن مستوى سطح الأرض هي استخلاص الظواهر الطبيعية والبشرية على هيئة طبقات وشرائح لاحظة معي هنا طبقة النباتي طبقة الطرق المباني استخدامات أو استعمال استعمالات الأرض نماذج للارتفاع الرقمي إذن من خلال هذه مرحلة تحليل الصور باستخدام هذه الأجهزة المتخصصة أنا أستطيع أنني أقوم بتصنيف الظواهر الطبيعية والبشرية الممسوحة قوّن على هيئة طبقات وهيئة شرائح في المرحلة الأخيرة أنا أستطيع أن أقوم بإنتاج خرائط أيضا بتطبيقات أخرى من هذه الصور القوية سواء مثلا دراسة ظاهرة معينة تتبع ظاهرة معينة لاستخدام أمني أو استخدام عسكري لاستخدام الميداني للتخطيط العمراني فإذن هناك تطبيقات أخرى أيضا هناك جهات كثيرة تستفيد من هذه الصور القوية سواء جهات عسكرية أو مثلا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وزارة البلديات وموارد المياه أو حتى وزارة السياحة في رصد الظواهر السياحية والقلاع والحصون والمناطق التي تحتاج إلى تطوير في القانب السياحي إذن هناك استخدامات عديدة وتطبيقات عملية كثيرة للمسح القوي التصويري والمقال يطول في هذا القانب الأجهزة المستخدمة في تحليل الصور القوية أولا تختلف هذه الأجهزة باختلاف الغرض من المسح القوي حسب الغرض والهدف من عملية المسح القوي بعض الأحيان نحتاج أن نستخرج خرائط مبسطة فنقوم باستخدام أجهزة بسيطة في عملية تحليل الصور القوية بعض الأحيان نحتاج إلى صور ذات قودة عالية أو لاستخدامات متنوعة وذات دقة عالية فإذن نستخدم أيضا أجهزة أخرى إذن الغرض من عملية التحليل هي التي تحدد لنا نوع الجهاز المستخدم في عملية التحليل الصور القوية في هذا القانب حدث تطور كبير في الأجهزة المستخدمة في الصور القوية تماشيا مع التطور الحاصل في التصوير القوي طبعا هناك تزامن أو تماشي أو أن هناك تطور في أجهزة التصوير أيضا هناك تطور في أجهزة التحليل لكي تتناسب قودة التصوير مع قودة التحليل ساهمت الكاميرات الرقمية المتطورة في التصوير القوي في تقليل القهد المبذول أيضا الوقت المستغرق في التحليل الصور القوية وسوف نلاحظ ذلك عند استعراض عند استعراض أجهزة أو أنواع الأجهزة المستخدمة في تحليل الصور القوية نلاحظ أن بعض الأجهزة يدوية بعض الأجهزة شبه آلية بعض الأجهزة رقمية بالكامل فإذا هذا التطور يسهل علينا عملية تحليل الصور القوية وبالتالي يوفر علينا الوقت والقهد المبذول وأيضا إنتاج خرائط ذات دقة عالية الأجهزة المستخدمة في تحليل الصور القوية أولا جهاز الإبصار المقسم وهو محور حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى أما الجهاز الثاني جهاز تحليل الصور القوية شبه الآلي ومحطة العمل الفوتوغراماترية الرقمية هذه الجهازين بإذن الله عز وجل سوف يتم شرحهما يوم غد فكونوا مترقبين لهذه الحصة والساعة إن شاء الله تعالى في هذا الوقت المتبقي سوف نركز على الأجهزة الإبصار المقسم وأنواعها المختلفة طبعا هناك ثلاثة أنواع لهذه الأجهزة جهاز الإبصار المقسم أول شي خلونا نتعرف على جهاز الإبصار المقسم ما هو هذا الجهاز ما تعريفه من حيث المفهوم مميزات هذا الجهاز أنواع الأجهزة الخطوات التحليل بهذا الجهاز وأيضا المخرقات التي يمكن أن نخرجها ونستفيد منها ونحقق الغرض والغاية من هذا الجهاز لأن مثل ما ذكرنا سابقا أن الغرض من المسح القوي هو الذي يحدد طبيعة الجهاز المستخدم فما كل جهاز يعني ينفع في أي عملية من عملية تحليل الصور القوية إذن المفهوم هو جهاز لتحليل الصور القوية يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد وهذه الرؤية ثلاثية الأبعاد لم تأتي عبثا لم تأتي عبثا وإنما أتت بفعل العمل المتقن في المراحل السابقة من مراحل التصوير القوي والتي سوف نشرحها إن شاء الله تعالى إذن يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد للظواهر القغرافية الطبيعية والبشرية الممسوحة قوّن واضح إذن هذا هو المفهوم مميزات هذا القهاز يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد للظواهر القغرافية يوقد عدة أنواع لهذا القهاز أيضا هو من الأجهزة التي يمكن اقتناؤها أي أنها تصلح للتعليم للتدريب تصلح لطلاب المدارس عندما يرغبون في تطبيق عملية التحليل للصور القوية أو مثلا لطلبة القامعات مثلا في قسم القغرافية وما إلى ذلك من هذه الأقسام التي تعنى بالمسح القوي التصويري أنواع هذه الأجهزة هناك ثلاثة أنواع جهاز الإبصار القيبي و جهاز الإبصار ذرم نرايا و جهاز الأنف أناغليف الذي سوف نشرحه إن شاء الله تعالى وسوف نستعرض هذه الأجهزة في الشريحة و نشرحها بالتفصيل خطوات التحليل أول شيء وضع صورتين أو أكثر بصورة متتالية بصورة متتالية يعني يتم عمل وضع صورة الأولى من ثم الصورة الثانية لكن الشرط الذي ينبغي تحقيقه عند ترتيب الصور لرؤيتها بطريقة ثلاثية الأبعاد في أجهزة الإبصار المقسم أن تكون نسبة التداخل ستين بالمئة ستين بالمئة أي تتداخل الصور بنسبة ستين بالمئة نسبة التداخل ستين بالمئة جاءت في مرحلة التصوير الفعلي عندما قمنا بعملية التصوير في الخط الأول من ثم الخط الثاني كان هناك عملية التداخل بنسبة ستين بالمئة هذا التداخل وفر لنا رؤية ثلاثية الأبعاد بواسطة أجهزة الإبصار المقسم إذن أولا وضع صورة أو صورتين على الأقل أو أكثر من عدة صور وترتيبها بتداخل يوفر ستين بالمئة ثم يتم النظر من خلال الجهاز لتحليل الصور القوية من ثم يتم استخلاص الظواهر القغرافية من هذه الصورة لأن عند عملية الرؤية والتركيز في الصورة ترى الصورة ذات ثلاثية الأبعاد وكأنك تنظر إلى الصورة وأنت موجود من الطائرة فيسهل على راسم الخريطة من إيقاد الارتفاعات والانخفاضات الموجودة في الظواهر القغرافية التي يتم رصدها من خلال تلك الصور المخرقات رؤية الظواهر الطبيعية والبشرية لمعالم سطح الأرض الممسوحة قوة بشكل مقسم ثلاثي الأبعاد مما يساعد على تحليل الظواهر المدروسة وإنتاج الخرائط وتوضيفها في تطبيقات أخرى واضح إذن هذه هي معلومات رئيسية عن جهاز الإبصار المقسم خلونا الآن نشرح كل جهاز من هذه الأجهزة بالتفصيل أول جهاز هو جهاز الإبصار القيبي جهاز الإبصار القيبي وسمي بجهاز الإبصار القيبي لأنه صغير الحقم يمكن حمله في القيب يمكن حمله في القيب فهو جهاز صغير يستخدم في الرؤية الصور القوية بثلاثية الأبعاد بتداخل لو تلاحظوا هذه الصورة الأولى وهذه الصورة التي بعدها إذن هناك ماذا؟ منطقة تداخل لهذه الصور الجهاز الثاني جهاز الإبصار المقسم ذو المرايا وجهاز الأنجليف الذي يوفر أيضا رؤية ثلاثية الأبعاد أول شيء خلونا نبدأ بجهاز الإبصار المقسم الأنجليف الذي هو عبارة عن أداء بسيطة عبارة عن نظارة توفر رؤية ثلاثية الأبعاد مثل هذه النظارات الآن موجودة في أجهزة التلفاز الحديثة عند شراء جهاز تلفاز يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد تجد بعض أجهزة التلفاز تتوفر فيها بحيث عندما تقوم بلبس هذه النظارة ترى الصورة في التلفاز ثلاثية الأبعاد أيضا متوفرة في بعض دور السينما التي توفر رؤية ثلاثية الأبعاد وأيضا يوجد نشاط حول هذه النظارات ذات العدسات الملونة لو نلاحظ أن هذه النظارة ذات عدسات مختلفة الألوان بعضها أحمر وأزرق أحمر وأزرق أو أحمر وأخضر أحمر وأزرق فتأتي بأشكال عند لبس هذه النظارة تستطيع أن ترى الصورة ثلاثية الأبعاد فهي ذات أريحية أكثر من جهاز الإبصار المقسم القيبي أو ذو المرايا الجهاز الآخر جهاز الإبصار المقسم ذو المرايا هو عبارة عن جهاز يوفر لنا رؤية ثلاثية الأبعاد كما قلنا أيضا يوفر لنا تداخل ميزة هذا الجهاز جهاز الإبصار ذو المرايا أنه يستخدم لأعمال التي تحتاج إلى جقة أكبر أو أنه يتطلب عمل لساعات طويلة لأن من خلال هذه العدسات المكبرة توفر لنا تداخل بين الصور وتوفر لنا رؤية أوضح وبالتالي يستطيع منتق الخريطة أن يعمل في هذا الجهاز لفترات طويلة بينما جهاز الإبصار القيبي ماذا يعني أقل دقة ويحتاج إلى عمل لفترة زمنية ماذا يعني استخدامه لفترة زمنية طويلة مرهق فأكثر شيء يستخدم لأغراض التمرين وأغراض التدريب إذن خلال الوقت المتبقي إن شاء الله تعالى نبدأ بأسئلة المناقشة أسئلة المناقشة السؤال الأول النسبة المئوية بين الخط الأول والخط الثاني نسبة التداخل هي بين 20 إلى 30 بالمئة لو تلاحظ هنا السؤال في نوع من الذكاء والتفكير ما ذكر لك 20 أو 30 الرقم المعطى هو 25 إذن الإقابة واقعة بين هذين الرقمين فعلى الطالب أن ينتبه يعني بعض الطلاب يقول والله الإقابة غير موجودة استاذ غير موجود ويعمل ربك وشوشرة عند الإقابة عن الاختبار لا الإقابة موجودة لأن هنا نسبة التداخل يعني تعطيك مقال بين 20 إلى 30 بالمئة نركز على الأجهزة الموجودة معنا أمامك شكل ادرسه قيدا ثم اقب عن الأسئلة التالية في أي مرحلة من المسح القوي يستخدم الجهاز المشار إليه بالرمز باء إذن الإقابة هي المرحلة الخامسة وهي مرحلة التحليل الصور القوية واضح وضح الوظيفة المشتركة بين الجهاز المشار إليه بالرمز ألف والأداء المشار إليها بالرقم 2 هذه النظارة و جهاز الإبصار المقسم القيبي ما هي الوظيفة أو ما هي العمل المشترك هذا الجهاز هذه النظارة باستخدام هذا الجهاز الرقمي المتطور وباستخدام جهاز الإبصار القيبي توفر رؤية ثلاثية الأبعاد توفر رؤية ثلاثية الأبعاد جميل جدا ننتقل إلى السؤال الذي بعده ادرس الشكل التالي ثم أقب عن الأسئلة الآتية عندنا هذا الجهاز ما اسم أو سمي الجهاز الوارد في الشكل سمي الجهاز الوارد في الشكل إذن هذا هو جهاز الإبصار القيبي لأن هناك جهاز آخر جهاز الإبصار المقسم ذو المرايا فعلى أبناء الطلاب أن يركزوا في الصور الموجودة في الكتاب المدرسي ما الشرط الذي يجب أن يتوفر لرؤية الظواهر القغرافية التي تم تصويرها بشكل ثلاثي الأبعاد لاحظ معي في هذه الصورة لكي أرى الصورة ثلاثية الأبعاد ما الشرط الذي يجب أن يتوفر في هذه المرحلة أو يعني ماذا يجب على المساح أو المحلل أن يقوم به هو يجب أن تكون الصورتين متتاليتين وتوفر نسبة التداخل بنسبة 60% إذن هذا شرط مهم جدا في عملية الرؤية ثلاثية الأبعاد بواسطة أجهزة لبصار المقسم في أي مرحلة من مراحل مسح القوة التصويري يتم استخدام هذا الجهاز طبعا مثل السؤال السابق مرحلة التحليل الصور القوية وهي المرحلة الخامسة والأخيرة وضح اختلاف دقة القياسات بين أجهزة الصور المشار إليها بالرمز ميم نرقع يعني يقول لك لماذا تختلف الدقة بين مثلا مركز الصورة والأجزاء القانبية للصورة لماذا ما سبب الاختلاف في هذا القياسات يعود ذلك السبب إلى أن دقة القياسات تكون عالية في الوسط وتقل كلما ابتعدنا عن مركز الصورة دقة الصورة تكون في المركز الصورة كلما ذهبنا إلى القوانب قلت دقة الصورة لذلك نحن نقوم بعملية التداخل الرأسي بنسبة 60% لكي نضمن توفر دقة عالية في المنتصف وبصورة متسلسلة لكي نضمن أن عملية الالتقاط والعمل في المسح القو التصويري أنه سار بدقة متناهية لأن إعادة الطيران من قديد تكلفت عالية جدا لذلك مثل ما ذكرت في بداية هذه الساعة أنه يجب علينا أن تكون هناك دقة عالية في عملية ماذا عملية التقاط الصور ووضع وأن تكون جميع هذه المراحل الخمسة من مراحل المسح القو التصويري تعمل بطريقة متناغمة وبشكل متسلسل إلى هنا أبناء الطلاب نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بإذن الله عز وقل نصيحة لكم أن تواصلوا وتجتهدوا وتقوموا بمراقعة الدروس أولا بأول وفي الختام انتظرون إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة يوم غد نستكمل فيه أجهزة التصوير أجهزة تحليل الصغر القوية إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة